العاصمة العراقية على موعد غدا مع قمة اقليمية بمشاركة عربية ودولية تحت عنوان قمة حوار بغداد قمة سيشارك فيها الرئيس الفرنسي ومعظم دول الجوار العراقي ودول المنطقة وستناقش ملفات المنطقة وازماتها وتهدف بغداد من خلال هذه القمة إلى استعادة دورها في المنطقة وإلى أن تكون جسرا للتواصل كيف تبدو الاستعدادات لهذه القمة وما المرتقب منها للمزيد تنضم إلينا من بغداد موفدتنا عزة غريبي عزة مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار ضعينا في أجواء التحضيرات عزة لهذه القمة التي يرتقبها الكثيرون بالنسبة للحضور بالنسبة للمستويات المشاركة إلى آخره مساء الخير من بغداد مهند التحضيرات الأمنية هي التي تلفت الأنظار هنا لأن الرهان الأمني هو أساسي بالنسبة للعراقيين وأيضا التحضيرات الخاصة بهذا الاجتماع الذي يعقد ليس فقط على مستوى إقليمي كما ذكرت هناك حضور دولي لافت هناك حضور للرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون الذي بالمناسبة يصل بعد نحو نصف ساعة إلى هنا إلى بغداد إلى المطار وسيكون في استقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وستبدأ اللقاءات غدا في إطار هذا المؤتمر ولكن أيضا على هامشة لقاءات ثنائية ولقاءات جماعية سيكون بعضها مفتوحا للإعلام والبعض الآخر خلف أبواب مغلقة الرهان الأول بالنسبة لهذا المؤتمر هو التأكيد على أهمية استقرار العراق هذا الرهان هو داخلي بالنسبة للعراق وأيضا التزام الحضور جميعا بالاستمرار بمحاربة الإرهاب الرهان الآخر هو خارجي وهو يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه العراق لاستقرار هذه المنطقة يراد من هذا المؤتمر أن يكون رافع لبدأ حوار وتخفيض التصعيد والتوتر بين عدة دول في المنطقة فتح الحوار بينها وهناك تركيز على الدور الأساسي للعراق في الشرق الأوسط وأن استقرار هذا البلد سيؤثر على استقرار المنطقة برماتها فيما يتعلق بالمشاركة عزة بحسب المعلومات المتداولة سيكون هناك طبعا كما أشارت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعلومات تشير أيضا إلى حضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حضور ربما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هذه بحسب المعلومات المتداولة هل تبين أسماء أخرى ستشارك في هذه القمة خاصة ما يتعلق بالوفد الإيراني والوفد التركي إذا كان لديك معلومات حول هذا الموضوع لحد الآن المعلومات تتحدث عن تمثيل على مستوى وزراء الخارجية أي أن وزير الخارجية الإيراني توجه بالفعل أو يستعد للقدوم لهذا المؤتمر وسيصل غدا وكذلك وزير الخارجية التركي ولكن لا معلومات رسمية حتى الآن حول مستوى الحضور الذي ترغب بغداد بأن يكون مرتفعا كلما كان مرتفعا بالتأكيد هذا المؤتمر ستكون نسب نجاحه أكبر ولكن ربما كما ذكرت إذن إيران وهي ربما نقطة أساسية الحوار معها لأن أيضا هي نقطة توتر في المنطقة وهناك العديد من علامات الاستفهام حول السياسة الجديدة في إيران هذه الحكومة جديدة مع رئيس جديد كيف سيكون تعاطيها مع الملفات الإقليمية وذلك أيضا في إطار دولي يضم ملفات عديدة متعلقة أيضا بإيران أبرزها الملف النووي أيضا أفرانستان لا تغيب عن المشهد ما جرى فيها قضية اللاجئين قضية تصدير الإيران هي أيضا معنية فيها إيران وتركيا كل هذه الأمور ستكون مطروحة على الطاولة غدا وهو ما يعطي هذا المؤتمر الزخم الكبير وننتظر ربما البيان الختامي غدا لمعرفة مدى قدرة العراق على حل حالة هذه العقد شكرا جزيلا لك عزة غريب مراسلة سكاينيوز عربية في بغداد سنعود إليك طبعا عزة مع كل جديد وغدا بالتأكيد سيكون يوم حافل شكرا جزيلا لك ونبقى في بغداد الآن معنا من هناك رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري مساء الخير دكتور إحسان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار حدث مهم بالنسبة للعراق على الأقل بالنسبة للسيد الكاظمي على وجه التحديد ما الذي يأمل العراق تحقيقه من هذا التجمع في بغداد غدان شكرا على الاستضافة الفلسفة الأهم لهذا المؤتمر هو قضية دعم استقرار العراق في المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية خصوصا أن أغلب الدول المؤتمرة تمثل دول مهمة جدا وبعضها دول ارتكاز سياسي واقتصادي يعني على مستوى المنظومة العربية ولذلك العراق يدرك أهمية التفاعل والتعاون مع هذه الدول نعم كان الهدف هو جوار العراق لكن لا يمكن أن يتم استثناء بعض الدول المهمة يعني جدا على مستوى الداخل العراقي يعني مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا مصر طبعا بالإضافة إلى فرنسا التي هي تنسق بشكل كبير جدا لإنجاح هذه القمة هذا من جانب من جانب آخر يعني يحاول العراق على أقل تقدير يعني أن يكون هناك موقف له يمنع التدخلات الخارجية وأيضا يحافظ على سيادته وهذا مهم جدا يعني أن يحشد داخل هذا المؤتمر موقفا يمنع من خلاله التدخل في شئونه الداخلية أضف إلى ذلك تحييد جغرافيته عن أن تكون أرض تصفية حسابات ومن ثم أرض احتكاك لأن ذلك سيؤثر بما لا يقبل الشك ليس فقط على الداخل العراقي وإنما على مستوى المنطقة الأهم يعني قد يكون موضوع الصعود الإسلام المتطرف بالتحديد يعني صعود طالبان مرة أخرى لحكم أفغانستان وما يمكن أن ينتج من هذا التطرف من صعود تيارات متطرفة في المنطقة أنا أعتقد أنه يتطلب من العراق مزيد من التعاون والشراكة مع هذه الدول وبالتالي ستكون هناك كثير من المسارات التي سيبحثها في الجانب الأمني طبعا بالإضافة إلى قضية أساسية هو عملية التشبيك الاقتصادي نعم نعم دكتور إحسان نقطة مهمة أشرت إليها حضرتك أن العراق كان لفترة طويلة أرض لتصفية الحسابات بين الكثير من هذه الأطراف الإقليمية إلى أي مدى يمكن للعراق أن يكون في المرحلة القادمة أرض لخفض التوترات يعني الدول الحاضرة في هذه القمة لديها الكثير من الخلافات ملفات عالقة بينها نتحدث عن دول أساسية في الإقليم المملكة العربية السعودية إيران تركيا إلى آخره إلى أي مدى بإمكان العراق أن يلعب دور مختلف بشكل كلي في المرحلة القادمة بحيث يساهم في خفض التوترات بين هؤلاء اللاعبين بغداد ساهمت على مستوى الدبلوماسية الصامتة بجمع كل من المملكة العربية السعودية وإيران بطاولة مفاوضات يعني نتج عنها أكثر من لقاء وساهم إلى حد ما في خفض هذا التوتر أكثر من ذلك أيضا دبلوماسية صامتة نجح فيها العراق بجمع كل من مصر وتركيا وأيضا مثل ما لاحظنا على مستوى الأسابيع أو الشهر الماضي كان هناك تواصل ما بين مصر من جهة وتركيا من جهة أخرى خصوصا فيما يرتبط بقضية ملاحقة الأخوان المسلمين وعدم تقديم دعم لتركيا لهذا التيار لذلك يعد العراق هذا المؤتمر أيضا خطوة متقدمة لخفض هذا التوتر نعم هناك بعض الملفات العالقة لكن العراق يعول على أن طاولة المفاوضات التي قد تجمع وبالنهاية لا توجد دولة رافضة ولم تقبل الدعوة لكن العراق يعول على أن هذه الطاولة التي ستجمع المتضادين أو الذين يتقاطعون في وجهات النظر بما لا يقبل الشك هو بواب لأول لقاء يعني الاقتراب غير المباشر ما بين هذه الدول وبذلك يمكن للعراق أن يساهم بهذا بهذا الرفع الذي نتحدث عنه أستاذ مهند أن يكون رافعا إلى حد ما للأزمات ومن جانب آخر يعمل على خفض مستوى التوتر يعني حتى الاتهامات ما بين الرياض من جهة وطهران من جهة أخرى خفضت بشكل كبير ويمكن أن يعول على هذا المؤتمر من خلال إسناد دبلوماسي لدول عربية أخرى يمكن أن تساهم إلى حد كبير بخفض هذا التوتر في المنطقة شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي كان معنا مباشرة من بغدان شكرا جزيلا لك